لما اي حد بادئ لسه في صنوعة المحتوى او عمل الفيديوهات ويسألني على برنامج مونتاج برشح له دايما برنامج موفافي اللي هنتكلم عنه النهاردة في اصداره الجديد موفافي فيديو ايدوتور بلاس عشرين اتنين وعشرين واللي هخليه على فيديوهين علشان فيديو نتعرف على البرنامج لأي حد بادئ لسه جديد في عملية المونتاج والفيديو التاني هيكون تطبيق عملي هنعمل فيديو مع بعض من الاول للاخر علشان نطبق اللي احنا هنتعلمه في الفيديو بتاعه النهاردة فيالله بنا نبدأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكم معاكم مصطفى مكرم تعالوا بقى نتعرف على موفافي فيديو ايدوتور بلاس عشرين اتنين وعشرين والبرنامج مش مجاني علشان الناس اللي بتزعل ان انا ما بوضحش بس باشتراك او برسوم مش غالي قوي يعني يعني لو انت حادي بتشتغل على البرنامج خفيف فالخيار ده كويس لك اول في البداية اول ما بتفتح البرنامج دي بتكون الوجهة بتاعتك هنا مجموعة البانيلز اللي انا بقدر ان انا اقلب فيها بالشكل ده بس بمجرد ما بضغط عليها وفيه فوق عندي هنا المنيو بار وهنا عندي مجموعة من الاوامر السريعة اللي انا بقدر اوصلها بشكل اسرع وهنا عندي الشاشة اللي بيتعرض فيها اي حاجة انا بعملها بالفيديو وهنا عندي التايم لاين وهنا مجموعة من التول برضو اللي انا بستخدمها مع التايم لاين في البداية علشان تدخل فيديو او صورة او صوت جوه البرنامج بعمل ده ازاي بروح هنا على اد فايل بضغط عليه بالشكل ده تقدر انك تحدده وتقوله اوبن بتلاقيه نزل معاك بالشكل ده طيب انا عايز اضيف تاني راحت فين الاد فايل بتروح على علامة البلس هنا بيقولك انت عايز تضيف ايه؟ ميديا فايل ولا ميوزيك ولا فولدر كامل ولا عايز تسجل فيديو ولا عايز تسجل للشاشة ولا عايز ريكورد اوديو بس انا بقوله عايز ميديا فايل بيفتح معايا بالشكل ده ممكن تعمل سيليكت على كله وتقوله اوبن فعلا طول بيحمل معاك بالشكل ده يبقى انا دلوقتي عرفت ازاي اجيب الفيديوهات بتاعتي جوه البرنامج طيب عايز اجيب صوت نفس الكلام تروح كده تقوله اد ميوزيك وتشوف مثلا مكان الصوت بتاعك فين مثلا انا هاخد ده وقوله اوبن على طول بينزلي بالشكل ده عايز اضيف صورة نفس الكلام بتروح برضو على اد ميديا فايل مثلا حابب انا اضيف اللوجو بتاعي بالشكل ده جميل اويل حد كده جميل طيب في عندي هنا بقى بلاقي ايه في نفس البانل بلاقي في ساوند دي ساوند انك بتقدر انك تستخدمها في المونتاج بس انا لو انت بترفع على يوتيوب او حاليا دلوقتي على اغلب البلادفورم اتاكد من حقوق الملكية بتاعت الصوت بتاعك لانه عامل مشاكل وانا اتحزفتلي فيديوهات كتيرة جدا لاني ما كنتش بهتامة بالموضوع ده فدلوقتي انا ما عدتش بارفع اي فيديو فيه ميزيكة الا انا اكون منزلها ومعايا حقوق استخدام لها فده خيار موجود لو انت هتعملها مثلا فيديو عائلي فيديو هتعرضه على عميل مثلا مش هنشره على الانترنت فالخيارات دي موجودة كل اللي انت بتعمله انك بس بتعمل داونلودنج للصوت نفسه وعلى طول مباشر بتلاقيه اشتغل كده ده بخصوص الساوند افكت وهنا الميوزيك نفس الكلام هنا سيمبل فيديو دي فيديوهات تقدر انك تستخدمها يعني مثلا او حملت فيديو بالشكل ده هو بيديك سيمبل عارفين انتو شكل العد التنازلي يعني مجموعة من الحاجات اللي تقدر انك تستخدمها كمان فيه مجموعة من البرنامج برضو بضغط عليها بالشكل ده واعمل داونلودنج اول ما بتحمل على طول بتظهر بريفيو بتاعها هنا بيكون بالشكل ده طبعا هو البرنامج موجه لفئة المبتدئين فبيحاول يوفرلك الحاجات اللي انت تشتغل بها يعني لو انت ما عندكش صوت ما عندكش باكجراوند فبتقدر انك تستخدم الحاجات دي واخر حاجة بقى اللي هي الافكت باكتج دي عبارة عن افكتات بتقدر انك تشتريها من البرنامج يعني مثلا انا عندي المجموعة دي اللي هي بتاعت اليوتيوب سعرها اربعة واربعين دولار بتقدر انك يوفرلك كل الحاجات دي متحركة حوضحها لكم ان شاء الله في الفيديو التاني بازن الله يبقى دلوقتي احنا تعرفنا على اول بانل اللي هي الامبورت اللي انا من خلالها بقدر ان انا اعمل امبورت للميديا اللي انا هشتغل عليها تاني خيار عندي وهو الفلتر دي مجموعة من الفلاتر اللي انت بتضفها على الفيديوهات او الصور بتاعتك مثلا ده اسمه بروكن لينز وده اسمه استاتيك لو وده الاويل بينتنج يعني تأثير رسم الزيت وطبعا لما بتقلب بقى في البانل دي بتلاقي مجموعة كتيرة من الخيارات لو انت عايزهم كلهم يظهروا مرة واحدة بتضغط على كلمة اللي فوقه وبتقدر انك تتحكم فيهم بالشكل دا هنا دا الكاميرا بيديك احساس ان انك بتصور هاندهيلد بالكاميرا فكل دي خيارات بمجرد بس ما بتضغط على اي واحدة فيهم بيديك البريفيو بتاحها على الصورة ازاي بتطبق على الفيديو بتاعي دا لسه هنتكلم عنه البانل اللي بعدها اللي هي الترانزيشن او المؤسرات الانتقالية اللي هو ازاي بتنقل بين فيديو وفيديو على التايم لاين لما بضغط بردو على اي واحدة فيهم بيديك شكل البريفيو بتاحها بالمنظر اللي احنا شايفينه دا دا الجليتش فيه طبعا بعض الترانزيشن بتنزل بالساوند افكت بتاحها بالشكل دا دا والخيار اللي بعده وهو التايتل لان من الحاجات بردو المهمة انك تكتب على الفيديو بتاعك فعن طريق البانل دي بتقدر انك تكتب على الفيديو وطبعا البرنامج بيدعم للغه العربية فبس كل انت بتعمله ان اي تيمبلت من دول بيعجبك بتقدر انك تعدل عليه وزي ما قلت لكم لما بنضغط اول بتظهرلك كل التيمبلت اللي انا بقدر ان انا استخدامها يعني مثلا تيمبلت زي دا لو انا حابب ان انا اعدل عليه بس بس حابه على تايم لاين كده وبكتب مثلا مصطفى مكرم فبقدر اكتب عربي زي ما انتم شايفين من غير اي مشاكل ومجرد ما بضغط كده وببدأ ان انا اشغل بلاقيه على طول اتعدل بالمنظر ده تعالوا نحزف دي ونروح على الخيار اللي بعد وهي الستيكرز اللي عبارة عن مجموعة من الرسومات اللي انك بتقدر تضيفها على الفيديو بتاعك مثلا سهم زي دا حابب توضح حاجة حابب تضيف البوم دي او البانج بانج حابب تضيف شنب بطيخة صيف وهكذا شايفين بتعامل مع برنامج بكل سهولة لحد دلوقتي اي حد يقدر ان اقوى يشتغل عليه يعني ممكن من اول سن عشر سنين وانت طالع تشتغل عليه كويس جدا هنا بقى عندي حاجة اسمها الفيديو تول خليني هتكلم عليها بعد ما نبدأ نتعامل مع الطايم لاين دلوقتي انا عندي الفيديوهات بتاعتي ببدأ ان انا اسحب الفيديو بالشكل ده علشان ينزل على الطايم لاين علشان ابدأ اشوفه على الشاشة لما باجي اشغل بلاقيه بالشكل ده بقدر طبعا نكتم الصوت بتاع الفيديو من هنا جميل جميل طب دلوقتي الفيديو نازل مع صوت حابب افصل الصوت بتاع الفيديو علشان احط صوت المزيكة بتاعي كليك يمين بقوله ديتش اوديو بالشكل ده وبضغط على الصوت وبحزفه بالشكل ده وببدأ ان انا انزل الصوت او المزيكة اللي انا عايزها معي بالشكل ده تعالوا نعل الصوت ده بالشكل اللي انتو شايفين ده طب دلوقتي انا في جزء معين في الفيديو بتاعي يعني مثلا ايه الجزء ده كله انا مش محتاجه حابب ان انا اقص يبدأ من اول هنا فقدامي اكتر من طريقة علشان اقص في البرجان اول طريقة بروح على شكل المقص اللي انتو شايفينو ده بضغط بس كده وبحزف الجزء ده دليت خلاص يبقى دلوقتي لما حاجة يشغل اقوله بلاي على طول بيشتغل معايا كده او تعالوا نرجع كنترول زد نروح لنفس المكان كليك يمين وبقوله سبلت بالشكل ده برضو بقدر ان انا اقص كنترول زد علشان ارجع تاني او بعمل كنترول بي خفيفة من الكيبورد ده الشورتكات علشان اقص فاقص بالشكل ده تعالوا بقى ننزل الفيديو تاني جنبه مثلا وليكن هنا طبعا احنا بنشتغل في الفيديو او في مونتاج الفيديو بنظام التراكات يعني الفيديوهات بتطلص جنب بعض تعالوا نحزف الصوت زي ما تعلمنا كليك يمين وبقوله ديتش اوديو وبشيله بالشكل ده تعالوا بقى نشوف برضو هنبدأ من اول فين مثلا ايه من اول هنا بالشكل ده وبقوله كنترول بي علشان اقص الجزء ده خلاص هو اوتوماتيك اول ما بقص بيرجع يلزق فيه الفيديو اللي قابله على طول بالشكل ده طيب نرجع بقى تاني للترانزيشن مثلا انا حبقى المؤثر الانتقالي حيبقى شكله ازاي ما بين الاتنين تعالوا كده نشوف مؤثر شكله يكون كويس مثلا ناخد ده وباسحبه بالشكل ده هنا بقى فيه نقطة مهمة لازم تخلي بالك منها لو انت اول مرة تشتغل ما انت عايش المؤثر الانتقالي هو بينقل من فيديو لفيديو فلازم يكون في النص ما بينهم يعني ماينفعش اجي فيه فيديو كامل زي ده وحط مؤثر انتقالي هنا مش هينفع هو بيكون في اخر او اول الفيديو ولازم يكون بين فيديو هين يعني لما بجأ يشغل بقى كده شفت نقل من فيديو لفيديو ازاي بتقدر انك بقى تختار اي مؤثر انتقالي بس مثلا ايه تعالوا نشوف مثلا حاجه يكون شكلها كويس مثلا ده حلو قوي تعالوا ناخد ده هنا فلما هيجي ينقل شايفين نقل ازاي من مشهد لمشهد هي دي بقى وظيفة البانل دي اللي هي الترانزيشن كنت قلتلكم تعالوا نروح لاخر البانل اللي اسمها مورتول اللي هي الفيديو ايديتنج اول حاجه اسمها الكلر ادجوستمنت ودي اللي من خلالها بقدر ان انا اعادة من خلالها بقدر ان انا اعدل فيه الوان الفيديو بتاعي عن طريق البريسيتس دي او اللوتس اللي موجودة بس بمجرد ما بمسكها بالشكل ده بتظهر البريفيو لو عجبتك بتبدأ انك تمسكها وتسحبها على الفيديو بتاعك بالشكل ده لو ما عجبتنيش ازاي بقدر ان انا احذفها بروح على تراك الفيديو اللي انا نزلتها عليه دبل كليك عليه وبروح هنا على الافكتس وببدأ ان انا احذفها بالشكل ده جميل طب لو انا مش حابب اشتغل بلوت حابب انا اعدل الواني بروح على المانوال مود ببدأ بقى ان انا اتحكم براحتي مثلا عندي البريتلس عايز ارفعه شوية ببدأ ان انا ارفعه زي ما انتم شايفين ابدأ ان انا اقلله على حسب ما الفيديو بتاعك محتاج مثلا هنا عندي الكنترست انا عايز ازود ارفع الكنترست شوية بالشكل ده هو طبعا البرامج دي مش احسن حاجة في موضوع color correction بس يعني ماشي حالها كبداية حلوه انك تقدر انك تبدأ بيه فبتقدر انك تلعب بقى زي ما انت عايز حابب انك تعلي الهيو بتاعك او تقدر انك تبدل الالوان عن طريق الهيو بالشكل ده ممكن اغير له احمر خالص خليه اخدر خليه ازرق فبتغير المشهد زي ما انت شايف بالمنظر ده بدغط الضرار حابب ان انا اسيف بقى ال adjustment دي علشان اعملها على كل الفيديوهات بدل ما اقعد اكرر بروح هنا ما اقول له save اقول له مثلا هوهم بالشكل ده فعلى طول نزلي بالمنظر ده فلما بروح بقى على ال preset واسحب هوهم بالشكل ده على الفيديو التاني فعلى طول نزلي التعديل علشان ما اقعدش كل شوية ان انا اكرر نفس الاعدادات فلو رجعت تاني وروحت على ال media bin وبدأت مثلا انا اجيب فيديو بالشكل ده كليك يمين نحسف الصوت ده مش عايزينه ونروح على الهم ببدأ ان انا اسحب بالشكل ده على طول بيتطبق بالمنظر ده بيعمل ايه او بيبدل بيغير اللون اللي انا اخترته اللي هو اللون الاحمر باللون التركواز ده جميل لحد كده جميل يبني دلوقتي بعمل import الفيديو بعد كده بقص الفيديو الاجزاء اللي انا مش عايزها بعد كده ببدأ ان انا ارتب الفيديو هاب بتاعتي بعد كده بحط transition بعد كده ببدأ ان انا اعمل color correction او بعدل الالوان بتاعتي وبعد كده بحط المسيكة بتاعتي والسوند افكت زي ما انا عايز وبعد كده بروح بقى اضيف مثلا ايه كتابة في بداية الفيديو مثلا تعالوا نشوف ده ايه يعني تعالوا بقى نضيف كتابة هنا طبعا علشان اضيف اي كتابة بسحبها على الترك بتاع تي هنا عندي في ال timeline هنا حرف تي اللي هو الخاص بالكتابة هنا شكل الفيديو ده ترك اللي بحط عليه الميديا بتاعتي وهنا ده ترك للصوت وده ترك للصوت طب لو انا عايز اضيف تركات تانية بضيف من هنا بقوله اي ترك انت عايز تضيفه هل عايز تضيف فيديو ولا اوديو ولا تايتل فبمجرد ما بتضيف كده بيبدأ ان هو ينزلك ترك علشان لو انت حابب تحط فيديو على فيديو يعني مثلا لو انا روحت هنا وحبيت احط الفيديو بتاعي بالمنظر ده وابدا ان انا اصغر حجمه علشان مثلا لو انا بعمل فيديو تيتوريال وحابب ان صورتي تبقى زهرة بالشكل ده تيتش اوديو تعالو نحسف الصوت فعلى طول بيزهر معاك بالشكل اللي احنا شايفينه ده الفيديو انا بتاعي موجود هنا ولو انا بشرح تيتوريال زي ما انا بشرح لكو دلوقتي طب لو انا حابب اضيف تلكات كمان نفس الكلام الموضوع ده ما كانش موجود في الاصدارات اللي قبل كده تقريبا ده ضيفينه جديد ودي كانت مشكلة في البرنامج من قبل كده بس دلوقتي كويس او ان هما عدلوا حاجه زي كده او كانت موجودة في الاصدار اللي قبل ده مش فاكر بس هي حاجه كويس وطبعا اي تراك من دول حابب انك تحزفه بالشكل ده تقول له دلي تراك بالشكل ده بيبدأ انه يحزف لك التراك بتاعك نرجع بقى الكلامنا وهو ازاي بعدل بقى على التايتل دبل كليك اي حاجه هنا في البرنامج دبل كليك عليها على التايم لائن هيفتح لك على طول الاعدادات بتاعتها هنا مثلا خليها هم وهنا بقى ايه لو انت حابب تغير لون الكتابه بالشكل ده بس انا خليها باللون البيض عادي زي ما هي وكل حاجه برضو زي ما هي مش عايز اعدل فيها اي حاجه هنا الانيميشن سبيد انت عايز السرعة ازاي بتاعت الانيميشن بتاعك طبعا هنا هي 6 ثواني لو انا زودتها بالشكل ده تعالوا نجرب ونروح هنا ونبدأ ان احنا نشغل فهي هكون بالشكل اللي انتو شايفينه ده قولنا بقى عشان تعدي فائدة دول كليك عليها مثلا ايه خليها مثلا كده ايه 13 ثانية لما بيضغط ايه او او ابلاي ببدأ انها تشغل حتلاها بقى بطيقة كل ما بزود عدد السواني كل ما الحركة بتكون ابطأ مثلا ايه نخليها مثلا ايه ثلاث ثواني شوفو حتى على التايم لاين بقى حجمها ايه لما ايجا يشغل بقى كده على طول ممكن بقى ايه تحط الساوند افكت مع الحركة دي ده حنتعلمه الفيديو الجاي ان شاء الله بلاقي في عندي شكل الكاميرا هنا لما بضغط عليها بقوله سيف سنابشوت اللي هو بحفظ صورة من الشكل اللي قدامي ده بقوله سيف لما بروح على ديسك توب بلاقي حفظ الصورة بالشكل اللي انتو شايفين ده وهكذا بقى بتبدأ انك تتعامل مع البرنامج طيب تعالوا نكمل دلاتي احنا اتعرفنا على الكلر ادجسمنت اللي عرفنا من خلاله بغضا ان انا اعدل الالوان الفيديو هنا بقى عندي دي الكروب اندروتايت اوقات كتيرة ببقى انا عايز اقص تعالوا نعمل فيديو تراك مثلا ونروح على امبورت طبعا انت ما بتروح على امبورت ممكن تظلك دي فبتروح على الميديا بين دي اللي بقى فيها الدايتا بتاعتك بنزل مثلا ايه فيديو بتاعي بالشكل ده ونحزف الصوت مش محتاجينه نروح على المورتول ونروح على الكروب اندروتايت هنا بقدر ان انا اقص من الفيديو شايفين المربع اللي ظاهر ده او الجريد اللي ظاهر بقدر ان انا اقص بالشكل ده ممكن مثلا اقص كده اقص كده مثلا ويه اقول له ابلاي شفتوا الفيديو بتاعي اتقص ازاي يعني لو انت عايز تعمل كروب في فيديو مثلا ايه مصور فيديو وفي مساحة انت مش محتاجه فبتقدر انك تقصها عن طريق الكروب مش بس كده كمان بتقدر انك تعمل روتيت للفيديو بتاعك بتقدر انك تلف كده يعني انت لو مصور بالكاميرا وفي مثلا فيه ميلان شوية بتقدر انك تعدله بقى يمين او شمال كده بحرك يمين وكده بحرك شمال فبتقدر انك تظبط الزاوية زي ما انت عايز لما بضغط على السهم ده بيبدأ انه يقلب لك طولي او عرضي ثالث حاجة عندي بلاقيه حاجة اسمها البوزيشن اللي هي مكان الفيديو انت عايز تحطه فيني يعني لو فيديو فوق فيديو لما بضغط عليه بلاقيه مديني هو مجموع من الخيارات لما بضغط عليه كده بلاقيه عامل لي حاجة اسمها بكيتشار ان بكيتشار وهينها لو انت عندك لوجو تقدر انك تحدد اللوجو او بتحدد تراك اللوجو وبتضغط عليه بالشكل ده او 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 سايد باي سايد يعني لو انت حابب فيديوهين جنب بعض فبتقدر انك تعملهم بالشكل ده يعني ممكن اروح على الفيديو ده مثلا اللي هو اللي تحته واخليه سايد باي سايد علشان يبقوا الاتنين جنب بعض يعني لما حاجة اشغل هتلاقي الاتنين بيشتغلوا جنب بعض بالشكل ده او انك تخليهم واحد فوق ومثلا ناخد ده تقول له تحت بالمنظر ده وطبعا بتقدر انك تعدل على الشكل الفيديو بتاعك بالمنظر ده طبعا بتحدده كده وتبدأ انك تنزل او تطلع في الفريم اللي هو عامله كرب فدي الوظيفة بتاعتها وزي ما قلتلكم اي حاجة بتضفها هنا في البرنامج دابل كليك اهو هالا فاية خريع اهو هاشة وانس wants ومع السلامة طبعا هو كده هيرجع باللون الاحمر تاني انا انا اعملت hidden هنا هييظهر معايا باللون الاحمر لان انا حزفت لاف الافكت بتاعي ايه هالا الجنب مروح هنا عليهم اللي انا حفظه وبابدأ ان انا اسحابه بالشكل ده فشايفين انتو السهولة في التعامل موضوع من الصعب جماعة خلص انا بقول كفاية لحد كده لان الفيديو هيبقى مدته طويلة قوي واستنوني بقى الفيديو الجاي حنكمل ان شاء الله الحاجات دي وانطبق مع بعض فيديو صغير بإذن الله في الختام سبحانه غلامة ومحمدك اشتاد ان الا اله الا انت استغفرك واتوب قليل كان معاكم مصطفى مكرم اشتركوا في القناة